إذن من أكاديمية بادري الإلكترونية مشاهدين إلى جامعة الشارقة حيث تستعد جامعة الشارقة لاستقبال طلبة العام الدراسي الجديد على مقاعد دراستها وفي الفترة القادمة وفق مخطط للإجراءات الاحترازية التي سيتم اتباعها بإذن الله لضمان حماية الطلبة والكادر التدريسي كذلك إلى جانب الموظفين في الحرم الجامعي ومع ظهور نتائج الثانوية العامة في دولة الإمارات وانطلاق مرحلة القبول والتسجيل في الجامعة يسعدنا اليوم أن نصدي في استوديو أماسي الأستاذ جمال العمار محمد عبدالله وأيضا الأستاذ ماجد سالم عنتر سالم العامري للحديث أكثر حول إجراءات القبول والتسجيل في هذه المرحلة حياكم الله مساء الخير ياهلا ومرحبا مساء النور حياة الله الله يحييكم بداية نشكركم على استضافتكم لنا في برنامجكم المتألق والرائع ومن خلال منبركم نبارك لأخواننا وخواتنا الطلبة الخريجين وكذلك الرحب بهم للتقديم في جامعة الشارقة بالتأكيد يعني ألف مبروك لكل اللي تخرجوا وكذلك أيضا للمتفوقين من طلبتنا اللي يمكن بذله ومجهود كبير للأمانة في مرحلة التعلم عن بعد ويستاهلون الحقيقة كل النجاح اللي وصلون نتمنى لهم أيضا التوفيق إن شاء الله في هذه المرحلة اللي تعتبر مرحلة جديدة تماما على طلبة الثانوية العامة الآن دعونا نتكلم عن هذه المرحلة لمرحلة القبول والتسجيل كيف بتكون هذه المرحلة هل في أيام معينة راح تستقبلون إن شاء الله فيها الطلبة والطالبات أم أن كافة مرحلة القبول والتسجيل بتكون عن بعد بإذن الله طبعا بالنسبة لآلية القبول في جامعة شارقة تم توفير طلب الالتحاق الإلكتروني للطلب الجدد بحيث أنهم يمكنهم من تقديم طلباتهم إلكترونيا دون الحاجة إلى الرجوع وإلى مراجعة الجامعة وهذا الشيء يعني طبعا عملية تقديم الطلب جدا سهلة وسلسة طبعا وكذلك تم توفير منصة إلكترونية للتواصل مع الطلبة من خلال المايكروسوفت تيم نعم طبعا من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الساعة السادسة مساء كل يوم يوميا نعم وعد يوميا الجمعة والسبت طبعا بالنسبة لكذلك يتم استلام الاستفسارات والرد عليها إلكترونيا من خلال الإيميل والهاتف كما تم عقد عدة دورات تعريفية في حلقات نقاشية عبر الانترنت اللي هو الويبنار طبعا لتعريفهم عن الجامعة وكذلك هذه كانت الحلقات بشكل مباشر ولا مسجلة موجودة للي يحتاج لها نعم كانت بشكل مباشر وهذا الشيء طبعا لتعريفهم عن الجامعة وكذلك شروط القبول وآلية التقديم في الجامعة والمستندات المطلوبة وكذلك للرد على استفساراتهم بطريقة مباشرة وهذا الشيء يعني يسهل كثير على الأولياء الأمور وعلى الطلبة بالنسبة للتقديم في الجامعة في جامعة الشارقة جميل ماجد خلنا نتكلم عن يمكن الآليات القبول والتسجيل في هذه المرحلة شو هي المستندات أو المتطلبات اللي المفروض أنها تكون متوفرة لدى المتقدم للقبول والتسجيل في المرحلة الأولى يجب على الطالب توفير صورة من جواز السفر بالإضافة إلى صورة من خلاصة القيد بالنسبة للطلبة المواطنين وصورة للإقامة بالنسبة للطلبة غير المواطنين وصورة للهوية الإماراتية بالإضافة إلى صورة لشهادة الميلاد ونسخة ملونة عن شهادة الثانوية العامة بالإضافة إلى نسخة ملونة من امتحانات الدولية التوفل والآيرتس وامتحان قياس القدرات الأمسات جميل يعني كل هذه الامتحانات طبعا مطلوبة بالتأكيد في هذه المرحلة يمكن بعض هذه الامتحانات تتأجل أصبحت عن بعد كذلك البعض منها تأجل فيه شوية تساهل في هذا الموضوع؟ في شوية تساهل لأن الجمعة وفرت امتحانات عن بعد امتحانات قياس القدرات أو امتحان التوفل والآيلس عن بعد فيوجد هناك مجال للطلبة لتسليم المستندات خلال فترة القبول حتى خلال فترة السبوع حذفوا بالإضافة في حالة عدم توفرها ما شاء الله هناك الكثير من تسهيل هذه الإجرات ما عن الفحص الطبي أو حتى توثيق الشهادة الثانوية العامة؟ بالنسبة للفحوصات الطبية تم الاتفاق مع العيادات الطلابية في الجامعة على إجراء الفحوصات الطبية للطلاب وإرسال النتائج إلينا لإدارة القبول لإعتمادها في ملفات القبول للطلاب وبالإضافة إلى الامتحانات التي يتطلبها الملف أو يتطلبها التخصص القبول تم توفيرها أيضا عن بعد للطلبة جميل جدا الجمال يمكن أن نتكلم عن امتحانات القبول التي تحتاجها بالتأكيد بعض التخصصات متى تكون هذه الامتحانات؟ كيف أيضا آلية هذه الامتحانات؟ بالنسبة لامتحانات اللغة الإنجليزية حاليا جاري العمل فيها بجامعة الشارقة ويتم تطبيقها وفق المعايير الاحترازية المطلوبة وكذلك يتم اعتماد الامتحانات الوزارية التي هي الإمسات وكذلك الامتحانات الدولية مثل التوفل والآيلتس وكذلك طبعا نظرا لظروف الحالية وتخفيفا على الطلبة تم إلغاء المقابلات الشخصية بالنسبة لكلية الاتصال وبرامج اللغة الإنجليزية وآدابها وهذا شيء سهل على الطلبة وما شاء الله الإعداد جدا كانت تكبيرة بالنسبة للمقبولين في هذه البرامج جميل أيضا متعودين أن جامعة الشارقة دائما تطرح برامج أكاديمية جديدة هذا العام أعتقد هناك العديد من البرامج الأكاديمية الجديدة التي سوف تطرح دعونا نتعرف عليها أيضا أستاذ جمال بالنسبة لعدد البرامج التي تطرحها جامعة الشارقة 108 برنامج أكاديمي جميل منها 15 برنامج في الدكتورة و36 برنامج في الموجستير و55 برنامج في البكالاريوس وبرنامجين في دبلوم الدراسات العلية والدبلوم المهني بالنسبة للبرامج اليديدة والمستحدثة للفصل القادم لدينا دبلوم الدراسات العلية في تطبيقات تكنولوجيا الموجات فوق الصوتية وبكالاريوس التربية في الطفولة المبكرة وبكالاريوس العلوم في إدارة سلسلة الإمدادات وكذلك برنامج دكتور في الصيدة الفارم دي وماجستير العلوم في تمريض العناية الفائقة للبالغين وماجستير العلوم في إدارة مرض السكري وماجستير العلوم في علوم الفضاء والفلك وماجستير العلوم في نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد وكذلك ماجستير العلوم في الصحة البيئية وماجستير العلوم في العلوم والهندسة البيئية ودكتورة الفلسفة في الاتصال ودكتورة الفلسفة كذلك في اللغويات والترجمة ليصل مجموع البرامج التي تطرحها الجامعة في مختلف المراحل إلى أكثر من 180 برنامج أكاديمي معتمد من وزارة التربية والتعليم ما شاء الله كل التخصصات التي ذكرتها أعتقد هي تخصصات تهمنا الحقيقة وتهم سوق العمل في المستقبل القريب ولذلك أعتقد على أساس سيتم استحداث هذه البرامج الأكاديمية الجديدة بالتأكيد أيضا هناك بعض التخصصات عليها أقبال أكثر من تخصصات أخرى وهالشي أيضا يتغير بمرور الزمن صحيح شو هي التخصصات الآن التي هي أكثر أقبالا من الطلبة؟ طبعا بالنسبة للتخصصات الأكثر أقبالا لهذا العام عندنا طبعا الكليات الطبية الطب وطب الأسنان والصيدلة والعلوم الصحية وكليات الهندسة والعلوم وإدارة الأعمال والاتصال وطبعا برنامج العلاقات الدولية في كلية الأداب وكلية القانون طبعا ما شاء الله نظرا للأعداد الكبيرة التي قدمت عندنا في هذه الكلية تم غلق باب القبول في كلية القانون نظرا لابتلاء المقاعد في هذه الكلية لماذا هذه الكلية بالتحديد؟ من قبل كان عليها الأقبال جديد؟ لا ما شاء الله هذه السنة غير عن السنوات السابقة ما شاء الله الإقبال جدا كبير كالعادة على جامعة الشارقة وفي بعض التخصصات بدأت أنها تمتلي عندنا كذلك يعني ممكن في صدد أننا نحن على الأسبوع القادم أو اللي بعد في ممكن تخصصات راح تتوضع فيها نعم نظرا لابتلاء المقاعد فيها بس يمكن من أول الكليات هي كليات القانون نعم صحيح ما شاء الله نرى وايد محامين في المستخدم صحيح بإذن الله ما نجد الطاقة الاستيعابية بالعادة للجامعة في كافة التخصصات وكافة البرامج الأكاديمية ما هي هذه الطاقة الاستيعابية؟ تستقبل الجامعة ما يزيد عن ستة آلاف طلب التحاق بالجامعة سنويا ويتم قبول ما يزيد عن أربعة آلاف طالب وطالبة من مختلف الجنسيات في مختلف البرامج الأكاديمية من برامج الوكل ريوس والماجستير والدكتوراه والدبلوم العالي في الدراسات العليا ما شاء الله بالتأكيد أيضا يعني في شروط قبول في الجامعة من حيث طبعا المعدلات يمكن المطلوبة لكل برنامج أكاديمي وغيرها شو هي الشروط القبول وأبرزها؟ وهل هناك أيضا استحداث لبعض الشروط؟ الحد الأدنى للقبول في جامعة الشارقة في الكليات الأدبية هو 70% وكلية العلوم 70% و75% بالنسبة لكلية الهندسة وكلية العلوم الصحية وبالنسبة لكلية الصيدة للحد الأدنى للقبول 80% وبالإضافة لكلية الطب الأسنان للحد الأدنى للقبول 85% وبالنسبة لكلية الطب البشري للحد الأدنى للقبول 90% ولكن يجب على الطالبة معرفة أن القبول في الكليات الطبية هو قبول خاطع لشروط القبول التنافسي وليس قبول مباشر صحيح بالفعل هذا شيء موجود مسبقا في الكليات الطبية يخضع الطلبة للقبول التنافسي وبعد ذلك يتم اختيار الطلبة الذي لا يفهم مصطلح التنافسي ما نقصد فيه بالتعديد أو القبول التنافسي أن هناك مقاعد محدودة جدا في كلية الطب الأسنان وكلية الطب البشري يتم اختيار أعلى المعدلات ويتم اختيار فقط 130 مقعد لطب الأسنان أو مقعد لطب البشري دراسة السنة التأسيسية جميل جدا في نهاية هذا اللقاء أنا حابة توجهون كلمة بالتأكيد لكل الطلبة إن شاء الله الجدد المقبلين على دخول هذه المرحلة المهمة جدا في حياة أي طالب وطالبة خريج من الثانوية العامة ما تنصحونهم في هذه المرحلة بالتحديد وهو على إعتاب أن يكون طالب أو طالبة مستجدة طبعا نوصي أخوانا وخواتنا الطلبة الخريجين في اختيار التخصص بعناية طبعا في حال ترددهم أو واجهتهم أي صعوبة في اختيار التخصص المرغوب طبعا ننصحهم طبعا أنهم يطلعون على التخصصات المطروحة في الجامعة وكذلك شروط القبول يعني لأساس أنهم يتكدون من استفاؤهم لشروط القبول لتلك التخصصات وكذلك الاطلاع على التخصصات المطروبة في سوق العمل وكذلك نحن عندنا على موقع الجامعي توفر تطبيق تطبيق الـ IP-COME هذا التطبيق فيه 43 سؤال من خلال الإجابة على هذه الأسئلة يتم تحديد ميول الطالب ومساعدته في أنه يختار التخصص المناسب له هذه فائدة التكنولوجيا الحديثة نعم صحيح ننصحهم أنهم يدخلون ويحملون هذا التطبيق نعم يجربون هذا التطبيق ويساعدهم كثير إن شاء الله أنهم يقدرون يختارون وشو التخصص اللي يناسبهم وشو ميولهم من التخصصات المطروحة في الجامعة جميل جدا عموما كل الشكر لكم على وجودكم ويانا بتأكيد الله يعطيكم العافية بتأكيد أنتم عملكم يبدأ في هذه المرحلة أستاذ جمال عمر رئيس فريق عمل قسم القبول والتسجيل وأيضا أستاذ ماجد سالم العمري مسؤول قبول قسم الطلاب شكرا لكم على وجودكم ويانا اليوم شكرا شكرا لك شكرا